يوم بيقول لك هذا الذي يجري أن الشيعة حرب بدأتها الشيعة على السنة وكل ما يجري حرب الشيعة على السنة يعني في العراق وفي الشام أقول لهم لو كان كذلك لو كان كذلك السنة ليس ضعفاء ولا قلة بل هم الأكثرون شيء في الحجاز وفي الشام الشيعة في الشام كله أنا أنصح للمسلمين لمن شهد أن لا إله إلا الله لا ترفع سيفاً في فتنة ولا تقاتل في فتنة كف عنها من هو أعلم منك وخير منك إن خشيت على دينك وديارك فاخرج منها إلى دار آمن حتى لو كان ممن كان لا ترفع يدك ستبدأ بهذا وتنتهي إلى ما لا تعلم إن بقيت في دارك فدافع عن نفسك في دارك وحمي بيتك وبنيك في دارك لا تحمل السلاحة في بلاد المسلمين على من شهد أن لا إله إلا الله خشيت على نفسك الفتنة فاذهب لبلد مسلم لا فتنة فيه خير لك من أن تقاتل في فتنة من أين أتيت بهذا؟ حدثنا النبي عليه الصلاة والسلام عن فتن قبل الساعة قال النائم فيها خير من المتجع والمتجع خير من القاعد والقاعد خير من القائم والقائم خير من الماشي والماشي خير من الراكب وأتم النبي عليه الصلاة والسلام فسأله الصاحب قال فكيف أصنع قال ادخل دارك قال فإن دخل علي داري قال ادخل بيتك البيت في الدار قال فإن دخل علي بيتي قال ادخل مسجدك يعني حيث تصلي واصنع هكذا وقل ربي الله إن قتلك يبق بإثمك وإثمه واضح فإن أراد سلطان المسلمين حقيقة يعني في الحجاز في اليمن أراد سلطان المسلمين أن يدفع فرقة كانت سنة أو كانت شيعة السلطان يقدر أن يدفع فرقة يرى أنا من العامة لا أدفع غيري بسيفي السلطان يدفع بالسيف واضح أخوان يعني اليوم الحقيقة في لبنان ماذا يراد يراد أن يوقع بين من تسمى بالشيعة ومن تسمى بالسنة من المنتفع إذا قلت لي السنة منتفعة متى؟ بعد الدمار بعد الدمار أنت الآن قلت إنك نعجة لا تستطيع أن تقوم لهذه الدولة ثم إذا تكاسرت وتقاصمت مع الشيعة فلم يبق إلا أبعادكم الآن قمت لها متى أخي؟ متى؟ شيء؟ الآن إذا اقتتلوا مع إيران أنا أقول لك أخي انصحوا لإيران ذكروهم فإن قبلوا فبيعوا نعمة فإن أبوا ألم تذكروا الكافرين والمشركين فلما أبوا تركتموهم إذا صار لكم سلطان أردتم أن تفتحوا البلاد فافتحوا البلاد أخي إنما إذا أرادت أمريكا كلما أرادت أن توقع بيننا قالت هذا من الفرق الفلانية وهذا من الفرق الفلاني اليوم قائمنا واحد في لبنان أسير اسمه الأسير بصيح والله لا أفعلن ولا أفعلن مع الشيعة أنا دائما يعني يقتلني هذا حين يقول هذا كيف ترقبنا هذه الدولة العبرية وكيف يرقبنا الصليبيون عظيم بيقولوا له ويلزمك سلاح مال عندنا مال ليه فكرك إذا اقتتلت ما على القمر أم على المريخ ستقتلون في لبنان وفي الشام وفي بلادكم وسيقتل بعضكم بعضا لبنان يعدون مثلا كم خمسة ستة مليون شيء أليس السنة والشيعة وعندي ليس إلا مسلمين شيء يعدون هذا وهذا فإذا نقصوا أعدادهم من المنتفع فكرك يعني الذي يأذن للأسير بقتال الشيعة سيأذن له بقتال الدولة العبرية الذي يمد الأسير لقتال الشيعة يأذن له بقتال الدولة العبرية الذي أمد العراق لقتال إيران أذن له بقتال الدولة العبرية تتذكر أخوان حين أمدوا صدام حسين بالسلاح ليقاتل إيران قبلوا وأمدوا فلما صارت الحرب على هذه الدولة قتلوه مشيك أخوان كذلك في الشام في سوريا كذلك اليوم في سوريا على هذا يمدونهم ليقتلوا بعضهم بعض فإذا انتهوا من بعض قتلوهم من خارج البلاد ولا يأذنوا لهم فأنا أقول لكم عضوا عليها اصبروا وليجعل وليتخذ الشيعي من السني جارا له وليعضض على نواجذه ولو كان كارها وليعضض السني على نواجذه لجاره الشيعي ولو كان كارها حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا فحرب بينكم وبين من خلصت له الحرب من أعدائكم أولى من حربكم في أنفسكم حتى الشيعة أليسوا أبناء أعمامكم مشيك أخوان اسمع أخوان عند الشيعة السنة بتقول عند الشيعة ضلالات والشيعة بتقول عند السنة ضلالات تحاججوا فإن أبى هذا على هذا فأمسك كلاكما يشهد أن لا إله إلا الله في كلاكما من آل البيت في الشيعة قوم من آل البيت في السنة قوم من آل البيت في الشيعة من بني علي وفي السنة من بني علي فاقتتل هذا على قول قاله أشهد وأنصح لمن سمعني من الشيعة والتكن للعاقل منهم أعقلهم أقربهم لفلسطين أنصح له مر قومك بما كان عليه نبي الله عليه الصلاة والسلام مر قومك بما نزل به القرآن مر قومك بما كان عليه علي رضي الله عنه إن دعا قومك مع الله أحدا فانهاهم وإن أشركوا معه أحدا فانهاهم قد أصبحنا في غنى عن الشرك خيرا لكم في الدنيا والآخرة ولن تفلح أمة أشركت بربها أحدا واضح ولا خيرا في أمة اجترأت على قوم منها أو كانوا منها وجبنت عن عدوها ممن لاح وباح ووضح كفره واضح كلامي طالله إذا انتهت السنة والشيعة من أعداء الملة الأولين فليقعدوا بعضهم لبعض يتحاججوا ولا خير لهم في الدم ولا أحل سيفا إلا لسلطان